ونع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببالغ الأسى والحزن الصحفي الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق الذي وفته المنية صباح اليوم أكد المجلس أن مصر فقدت كاتباً وطنياً وقيمة كبيرة مضيفاً أن الراحل أثنى عمره في خدمة الصحافة المصرية وشارك في معارك الوطن في فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفي الذي يضعه في صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة المصرية هذا وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية من جانب آخر نعت الهيئة الوطنية للصحافة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق الذي وفته المنية صباح اليوم قالت الهيئة إن مكرم محمد أحمد قيمة وطنية وصحفية عظيمة أفنى حياته في خدمة الصحافة المصرية والدفاع عن قضايا الوطن طوال مسيرته ترجمة نانسي قنقر